بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وابناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي مدرسة المنتظر الخاصة اهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات مراجعة مادة العلوم الترمي التاني معكم مستر ريشام نهاردة ان شاء الله هنستكمل سلسلة اه المراجعة اللي كنا بدأناها مع بعض ومعانا ان شاء الله النهاردة اخر النمازج الموجودة اختبرات الكتاب المدرسي النموذج السادس طيب سؤال اولاني يقول اكمل ما يأتي التفاعل الكيميائي هو نقاط في جزئيات المواد المتفاعلة وتكوين نقاط طبعا هنا محتاج التعريف بتاع التفاعل الكيميائي اول تعريف عندنا في المنهج يا شباب طبعا التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزئيات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزئيات المواد النتج رقم اتنين سي يو اس او فور كابريتات النحاس هسخانها هتديني ناتجين ناتج هيكون سي يو او زائد اس او سري المرة تلاتة اتش تو زائد سي يو او الناتج اتش تو او زائد سي يو المرة اربعة تستخدم الطاقة النوية في الطب في نقط ونقط اقول في تشخيص وعلاج بعض الامراض مثل السرطان تشخيص وعلاج بعض الامراض مثل السرطان. السؤال رقم به علل لما يأتي. المرة واحد تستخدم الثلاجة في حفظ الاطعمة. لاجابة لان درجة الحرارة المنخفضة تعمل على تقليل سرعة تفاعل البكتريا مع الاطعمة فتحافز عليها من التلف. طبعا احنا متفهم من قبل كده كل ما زادت درجة الحرارة بيزيد سرعة تفاعل. هنا التلاجة بتخفض درجة الحرارة فبتقلل سرعة التفاعل بتاعة البكتريا مع الاطعمة. نمرة اتنين في العلل يفضل استخدام الطيار المتردد عن الطيار المستمر. في مستين طبعا نقدر نقول. نمرة واحد. الطيار المتردد يمكن نقله مسافات طويلة. نمرة اتنين. الطيار المتردد يمكن تحويله الى طيار مستمر. يبقى يمكن نقله ويمكن تحويله. اتنين من المميزات موجودين عند المتردد بس مش موجودين عند الطيار المستمر. سؤال التاني قارن بين كل منه. الاكسادة والاختزال. برضا جماعة هنا محدد ليش مفهوم التقليدي ولا مفهوم الحديث. ما عندناش مشكلة. نجيب التعريفين مع بعض. هقول الاكسادة هي عملية كيميائية تؤدي الى زيادة نسبة الاكسوجين او نقص نسبة الهايدروجين او فقد الكترونات اثناء التفاعل الكيميائي. بكده جماعة هنا ده مجنى التعريف التقليدي والتعريف الحديث. طيب عملية الاختزال هي عملية كيميائية تؤدي الى نقص نسبة الاكسوجين او زيادة نسبة الهايدروجين او اكتساب الاكترونات. ده كده مقارنة ما بين تعريف الاكسادة والاختزال. نمرة اتنين مقارنة ما بين الاميتر والفولتاميتر. هقول الاميتر يستخدم لقياس شدة الطيار رمزه في الدايرة ايه يوصل على التوالي وحدته الامبير. انما الفولتاميتر يستخدم فيه قياس فرق الجهد والقوة الدفعة الكهربية. رمزه في يوصل في الدايرة على التوازي. ووحدته هي الفولت. سؤال التالت ده اعلامة صحة او غلط امام العبارات الاياتية. تفرز الهرمونات من الغدد القنوية. طبعا الاجابة غلط. تفرز من الغدد القنوية او الغدد الصماء. مسألة احسب شدة طيار الكهرابي الناتج عن مرور كمية كهربية مقدرها ستلاف كولوم في مقطع من المواصل لمدة عشر دقايق. طبعا انا عايز شدة الطيار معاكمية كهرباء وزمن. بس الزمن يا جماعة اللي مدوني هنا بالدقايق عشر دقايق. هحاولوا الاول لسواني يعني حضرة بالعشرة في ستين. يطلع لي ستمائة سانية. خلاص? يبقى معايا كده كمية الكهرباء ستلاف كولوم والزمن ستمائة سانية. هقول ته بتساوي كافة على زين. يعني ستلاف على الستمائة هتساوي عشرة امبير. سؤال الرابع الاخير بيقول لي اشرح نشاط توضح به تأثير مساحة السطح على سرعة التفاعل الكيميائي. الجزء ده جماعة الخاص بزيادة مساحة السطح هو لما كنا بنستخدم قطعة حديد مع حمضة هيدروكلوريك وبجيب برادة حديد من لها نفس الكتلة مع حمضة هيدروكلوريك. يعني لو جبت انبوبتين بكل منهم حمضة هيدروكلوريك وجبت قطعة حديد وجبت برادة حديد لها من نفس الكتلة. حطيت ده في الانبوبة الاولة والانبوبة التانية هلاقي ان سرعة التفاعل برادة الحديد بتكون اسرع من تفاعل قطعة الحديد اللي مساوي لها في الكتلة. والسبب زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. فحيزود اه طبعا سرعة التفاعل عن طريق زيادة عدد التصادم مع الجزائيات. اه النشاط التاني عايز تحقيق قانون قوم عمليا. طبعا دايرة قانون قوم. قلنا جماعة من الحاجات اللي لازم نعرف رسمتها. بعد ما بحضر دايرة قانون قوم بقول بغير في طول السلك. وفي كل مرة بسبت طبعا طول السلك عند نقطة معينة وفي كل مرة بعين قراءة الاميتر والفولتاميتر. عشان يديني شد الطيار وفرق الجهد. وفي كل مرة هحدد قيمة المقاومة بسبتها يعني عند ما كان معين. وبجيب قراية الاميتر والفولتاميتر. بعد كده برسم علاقة بيانية بين فرق الجهد على المحور الرأسي وشد الطيار على المحور الافقي. هلاقي بيطلع لي خط مستقيم. ده معناه ان شدة الطيار بتتناسب طرديا مع فرق الجهد. طيب انا في كل مرة لو هيجي حاسم قيمة الجيم على الته هيطلع لي مقدار سابت. كل مرة هيطلع نفس الرقم طبعا فالمقدار السابت ده تم الاستلاح بتاعه بعد كده اتعرف او سمي باسم اه مقاومة المواصل. اللي هي رمزها ميم. عشان اوصل للصغر الرياضية بتاعة القانون ان ميم بتساوي جيم على ته. بنهاية اه تحقيق قانون عمليا بنكون وصلنا لنهاية النموذج السادس. اشوفكم ان شاء الله على خير اه مع تمانياتي بدوم النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة